مرارا وتكرارا تحذر المنظمات الدولية من خطورة إغلاق المعابر البرية على الوضع الإنساني الكارثي في غزة وأكد بيان صادر عن عشرين منظمات دولية انهيار قدرة مجموعات الإغاثة على الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة مع وجود المرفع العائم ويثير الرصيف العائم الذي أعلن الرئيس الأمريكي جو باردن عن إنشائه في مارس الماضي علامات استفهام كثيرة عن الأهداف المتوارية خلفه ففي حين تجمع المنظمات على أنه مكلف وغير فعال ترى الفصائل الفلسطينية في الرصيف الأمريكي تضليلا للرأي العام العالمي وتكريسا للاحتلال والحصار واستمرار حرب إبادة غزة وأفضت توافقات أمريكية إسرائيلية إلى إنشاء هذا الرصيف لفرضه بديلا عن المعابر البرية وهو معتبر مشروع إلهاء لصرف الأنظار عن فضائع المجاعة المتفاقمة على أرض الواقع ولإبقاء الإغلاق الدائم لمعبر رفح وكرم أبو سالم حالة أمر واقع بذريعة توافر البديل أي أن الرصيف البحري الأمريكي ليس إنسانيا بالمطلق وهو مع مسرحية الجسر الجوي لإلقاء المساعدات يسهم سلبيا في توسيع نطاق المجاعة تحت شعار مكافحتها كما أن المرفأ العائم يسحب البصاط من تحت وكالة الأونروا ومنظمات الإغاثة الأممية ليكون العمل الإغاثي تحت سيطرة شركة أمريكية ذات صداقات حميمة مع الجيش الإسرائيلي أما المهمة الأساسية للرصيف الأمريكي العائم ضد غزة فهي محددة سلفا في خطة التجويع من أجل التهجير